وجهت دولة قطر دعوة رسمية إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك لزيارته الدوحة حسب ما نقلت وكالة السودان للأنباء جاء ذلك خلال اجتماع انضمها وزير شهون مجلس الوزراء عمر مانيس ومبعوث وزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب الخاص بالوساطة في تسوية المنازعات مطلق القحطاني الذي يزور الخرطوم وأكد الوزير السوداني متنة العلاقات بين السودان وقطر ممتدحا مواقف قطر الداعمة للسودان وجهودها في إحلال عملية السلام بدارفور ومن جانبي أكد المبعوث القطري دعم بلاده لبرامج حكومة الفترة الانتقالية ووقوف قطر مع السودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الرعية للإرهاب